السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال فيديو جديد من عند الحمام وفيديو مهم جدا والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوعين الموضوعين بجد اهم من بعض فيا ريت تتابعونا كده الاخر الفيديو ولو معكم كوباية شاي او حاجة كده هتوها واقعدوا معنا كده ايه ويا ريت تركزوا في كل لحظة من الفيديو علشان زي ما قلنا فيديو ورا فيديو بتكتسبوا خبرة يوم بعد يوم فهنشوف النهاردة المشكلتين اللي معانا وهنحاول نحلهم كده ايه مع بعض اول سؤال يا جماعة بيقول انا عندي جوز حمام فلاحي باض عندي مرتين وما كانش بيرقد على البيض تالت مرة باض ورقد على البيض يجي عشرين يوم كده وبعد كده كسرت البيض وكان مية يعني ما كانش في الجنين بمعنى اصح طيب تاني سؤال بيقول انا عندي الذكر للتاني مرة يطلع بيدو بيضة مليانة وبيضة مش متخصبة بالرغم انه كان كويس جدا بس في ملحوظة هو سنه كبير يعني عنده حوالي خمس سنين في حل ولا اعمل ايه عشان الذكر ده احنين جدا حتى بيأكل غير اولاده يعني احنين على اولاده على غير اولاده تمام طيب السؤالين دول يا جماعة بجد سؤالين اهم من بعض نجاوب عليهم النهاردة خلال الفيديو بس اتمنى في الاول كده تدعمونا بلايك ولو مش مشتركين طبعا يساعدنا وشرفنا اشتركوا اشتركوا وفعلوا الجرس فعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان تنضموا لعيلتنا الجميلة لعيلتنا المتوضع وعدادنا يكبر ونوصل ان شاء الله الميت الف يلا يا جماعة عشان يربق الفيديوهات بالله عليكم اتأخرنا على الميت الف طيب بالنسبة للسؤال اللي هو بتاع الحمام اللي بقض مرتين وما كانش بيرقض على البيض والبيض بيطلع فاضي والكلام ده كله اه حاجة بسيطة جدا ان الحمام ده اول شغله غالبا غالبا الحمام اللي بيبقى بيشتغل في يعني اول مرة كده بيبقى زي الحمام كده بيبقى حمام أحبل بمعنى صح ممكن مطرح ما يجي تبصوا تلاقو رمى بيد يعني ممكن انتم بتربوا كده زي انا كده زي ما رابانا كده عالسايب ممكن تلاقوا بيد صغير كده مرمي في ارضية القوضة ده بيبقى الحمام جديد ممكن مطرح ما بيجي بيرمي بيد ما بياخدش باله اساسا يعني لسه ما عندوش الخبرة الكافية اللي يتأهله ان هو يبتدي يعشش ويبتدي يجمع عش ويبتدي يبيض البيض جوه العش ويقلب البيض حتى لو هو عنده مثلا او شاف حمام تاني وتعلم منه ان هو يجمع عش وان هو يتزاوج والكلام ده كله فممكن تلاقوه حتى لو يعني مثلا المرتين الاولانيين بض البيض وما نامش على البيض تالت مرة نام على البيض بس احد حوالي عشرين يوم وللأسف الشديد في الاخر لأ البضع برا عن مي او ممكن يكون اتخصب ومن كتر ما هو الحمام ما عندوش خبرة او لسه في الاول يعني ما عندوش خبرة في تقليب البيض كويس فممكن البيض يكون اخد وقطع بمعنى اصح يعني ايه الجنين ممكن لو حتى في الجارين جوه من قلة الخبرة بتاعت الحمام في التقليب الجنين مات او حاجة تمام فهو وارد جدا ان الحمام اول شغل ليه في البدايات دي بيعمل حاجات غريبة ممكن يرمي زي ما بقول لكم بيض في الارض ممكن ما يقلبش البيض كويس فالبيض ممكن يقطع منه حتى لو فيه الجنين حتى لو متخصب بيقطع ممكن يقطع منه عادي ممكن يسيب البيض ويقوم في وسط المدة عادي خالص فمع الوقت ان شاء الله هيتعود اصبره عليه شوية وحاول معاه برضو بالفيتامينات والاملاح المعدنية وهي السلينيوم اهم حاجة ركز عليه السلينيوم على اساس برضو ممكن الدكر يكون بيروق او حاجة في البدايات برضو وارد كل حاجة تحصل فركز على الفيتامينات وعلى هاي السلينيوم وعلى التحديق وعلى الكلفة المتوزنة وخلطة البزور زي ما قلنا مش عايزين تجيبوا خلطة البزور كلها ركزوا يا جماعة على الحلبة والسمسمة وبزور البرسيم وبزور الفجل وبزور الجرجير الحاجات دي كلها بتساعد على التخصيب وبتزود نسبة التخصيب في البيض والحاجات الجميلة والحاجات الممتازة بجد اللي استقلها واستمرت وعليها مش هتشتجوا اي شكوى من مشاكل البيض ولا مشاكل الانتاج نهائيا تمام؟ ده كان اول سؤال وببشرك اخي الكريم وببشرك ان شاء الله بشارة يعني انتظر الخير قريبا واصبر على الحمام شوية تمام؟ طيب تاني سؤال يا جماعة سؤال التاني بيقول ان الدكر بيطلع بيضة فضية وبيضة مليانة يعني بمعنى اصاحة بيروق بيضة والبيضة التانية بتبقى فيها تخصيب المهم هي اي لا ملحوظة ان الدكر ده كبير في السن عمره خمس سنين وهي طبعا صعبان عليها الدكر ان الدكر حنايا جدا بيأكل عياله وغير عياله يعني بيشتغل برضو تحضين كويس جدا المهم خمس سنين مش كتير على عمر دكر يعني الحمام يا جماعة بيعيش بالخمستاشر سنة ما شاء الله واغلب الحمام خلال الفترة دي كلها بينتج وعادي خالص وبيخصب وبينتج وبيطلع بيض النواة نفسها يعني ممكن نقول مثلا بتجهد فعلا في الفترة دي بس طبعا احنا بنشتغل مع النواة ومع الدكورة بنشتغل مع الحمام بمعنى اصاحب الفيتامينات باستمرار بالتحديق بالحاجات اللي انا لسه قيل عليها دلوقتي فيعني الحمد لله الحمام بيعطوه للفترة اللي هو عايشها دي في حالة انتاج مستمر الحمد لله يعني فيه حمام اكبر من كده بكتير وشغال يعني انا عندي حمام اكبر من الخمس سنين والحمد لله بفضل الله اولا واخيرا طبعا لسه شغال فطبعا خمس سنين لا عفوا مش مقياس خالص والحمام عمره مش كبير بالعكس الحمام لسه صغير انا هقولك تعملي اي دلوقتي مع الدكر ده وان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية هيطلع البطين بامر الله هيطلع البطين فيهم تخصيبين يا جماعة للمعلومة ان المسؤول عن ترويق البدء الدكر مش النتاية ان في ناس برضه عن ده قد خاطئ ان المسؤول عن ترويق البدء النتاية كان جالي سؤال قبل كده واحدة بتقول لي ان البيض طلع عندها رايق كزا مرة وغيرت النتاية كزا مرة طب انت بتغير النتاية ليه ما هو اللي مسؤول عن ترويق البدء الدكر بغير الدكر مش تغير النتاية او ممكن اشتغل مع الدكر اشتغلت مع الدكر وما جابش مع النتيجة يبقى تغيريه مش تغير النتاية دي نقطة النقطة التانية بقى انا هقولك بقى دلوقتي تعمل ايه الحمام الدكر والنتاية حاولي تعزليهم عن بعض فترة حاولي تعزليهم عن بعض خلال الفترة دي حوالي ممكن اسبوع او حال خلال الاسبوع ده هتشتغل معهم كل قاته مع الاتنين مش هتشتغل مع حمام مع الدكر بس لا هتشتغل مع الدكر هتدي للدكر حوالي عفوا حوالي خمس حبات فلفل اسودوط고 وللنتاية تلات حبات الكلام الذي هتعمليه لمدة 3 ايام اليوم الرابع هتبتدي تديه سلينيوم للدكر هتديله سنطيف بقه مباشر وللنتاية سنطيف بقها مباشر برضو لمدة 3 ايام اليوم السابع هتلاقي الحمام مع بعضه هتحط الدكر والنتاية يعني مع بعضهم وان شاء الله ان شاء الله يتم التزاجل بأمر الله البطين هيتلاقوا عمرانين بأمر الله خلال الفترة دي برضو تهتم انك تحطي للحمام مع الاكل بتاعه خلطة البزور خلطة البزور الحلبة بتساعد في موضوع التخصيب بشكل كبير جدا بتخلي ان شاء الله البطين هيتبقوا عمرانين الحلبة وبزور البرسيم وبزور الجرجير الحاجات دي كلها برضو بتساعد في ان البطين بأمر الله يبقوا عمرانين ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة وده كان السؤالين يا رب اكون قدرت اقفتكم ولو بمعلومة بسيطة واتمنى بجد منكم تشيروا الفيديو ده على اعلى مستوى يعني تشيروا لأي حد تحسن هو بيربي حمام لان الفيديو ده بجدم الفيديوهات المفيدة جدا جدا في تربية الحمام خصوصا للناس اللي هي اول مرة تربي حمام لان لو نحد باول مرة يربي حمام وقابله موقف زي الموقف الاولاني ده مثلا ان البيض يطلع مرة ومرتين تبيضوا مرة ومرتين ومتنامش عليه ولما تيجي تنامع عليه البيض يطلع فاضي والكلام ده كله فممكن يزهق ويميل من تربية الحمام هو لسه بادئ فيه فياريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا وياريت ما تنسوناش بقى من اللايك حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة